اشتركوا في القناة امريكي اليمن يبدأ جولة للخليج ولندن لبحث وقف التصعيد عسكريا والمشاركة بفعلية في عملية سلام شاملة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت جرينيتش اهلا بحضراتكم لهذه النشرة الاخبارية استهلناها بالاجاز والتفاصيل شدد الرئيس عبد الفتاح اسيسي خلال اتصال هاتفي مع العاهل البحريني الملك حمد ابن عيسى على ان مصر تعتبر امن الخليج جزء لا يتجزأ من الامن القومي المصري واكد الرئيس عبد الفتاح اسيسي وعاهل البحرين الملك حمد ابن عيسى الخليفة على اهمية ضفر جهود مصر والبحرين في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الاوسط وجه الرئيس عبد الفتاح اسيسي بدرورة الاستمرار في حمالات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اسيسي مع مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور عوض تاجدين اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح اسيسي مع الدكتور محمد عوض تاجدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بان الاجتماع شهد متابعة الوضع الوبائي الرهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية فضلا عن الموقف التنفيذي للمحور الصحي للمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية وكذا سير العمل بالمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة الى جانب جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق وقد عرض الدكتور محمد عوض تاجدين في هذا الاطار الاجراءات الحالية المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار فيروس كورونا بما فيها حملات تطعيم المواطنين وكذا تجهيز كافة المرافق الطبية لاستقبال الحالات والتعامل معها وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز برامج التوعية لكافة المواطنين بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فضلا عن التجديد على الالتزام الكامل بتطبيق هذه الإجراءات خاصة في الأماكن التي تشهد تواجدا كثيفا من المواطنين كالمصالح الحكومية والجامعات والمدارس وكذلك الأماكن العامة والخدمية مع اتخاذ ما يلزم للتقليل من الكثافات البشرية في هذه الأماكن وتطبيق كل قواعد الوقاية والنظافة والتطهير بها وذلك للحفاظ على المسار المتوازن الذي انتهجته الدولة على مدار الجائحة كما وجه السيد الرئيس بالاستمرار في حملات التطعيم للفئات المستهدفة من المواطنين وكذلك تيسير حصول الذين سبق لهم التطعيم على الجرعات المنشطة من اللقاحات بالإضافة إلى دعم مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية بمزيد من الأجهزة والمعدات اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب تعزيز قدرتها الاستيعابية بما يمثل إضافة همة إلى المنظومة الصحية في مصر بشكل عام وفيما يتعلق بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أشار الدكتور محمد عوى التاجدين إلى الزيادة التي تمت في أعداد السيارات الطبية المجهزة في إطار المشروع حيث تم التعاقد مؤخرا مع الجانب الألماني على توريد 500 سيارة قوافل طبية جديدة مجهزة بشكل كامل وقد وجه السيد الرئيس بأعداد خطة متكاملة لتوفير كافة الإمكانات اللازمة للتشغيل المثالي لهذه السيارات وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما فيها توفير الكوادر البشرية الطبية والإدارية المؤهلة على أعلى مستوى إلى جانب التنظيم الدقيق للجداول الزمنية لحركة هذه السيارات وكذا توفير التجهيزات والمعدات المطلوبة لتشغيلها وصيانتها أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازمة موجها سيادته باستكمال العمل على إنشاء مراكز التجميع على مستوى الجمهورية وفق الجداول الزمنية المحددة بالإضافة إلى تكسيف الحملات الإعلامية لنشر الوعي الجماهيري نحو فائدة هذا المشروع القومي الهام ومرضوده الصحي على المواطنين وقد اطلع السيد الرئيس على جهود الدولة لتخفيض حجم حوادث الطرق موجها سيادته بتعزيز الإجراءات التأمينية المتبعة على جميع الطرق العامة والسريعة من خلال الاستعانة بالعنصرين البشري والإلكتروني وذلك لتحقيق الانضباط المروري وضمان سلامة المواطنين والمركبات أشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتعاون بين مصر والإسكو وخاصة التعاون الذي تم في إعداد تقرير التمويل من أجل التنمية الوطنية لمصر وهو الأول من نوعه على المستوى الوطني الذي يهدف إلى دراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية لإيجاد آلية مستدامة في المستقبل جاء ذلك للقاء الدكتور مدبولي بالدكتورة رولا ديتشي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذية للأجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكو والوفد المرافقة له ومن جانبها أشارت الدكتورة رولا ديتشي أن زيارتها الحالية تأتي تأكيدا لدعمها لمصر في كافة المجالة بها تصلة بعمل الإسكو مضيفة أن هناك تطورا إيجابيا ملحوظا على الساحة المصرية في مختلف النواحي على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم حاليا بما يشجع على دعم جهود التنمية التي تبذلها الدولة على مختلف المستويات طلبها السفير أسامة عبدالخالق منضوب مصر في الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بدرورة توفير حماية دولية فورية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية حماية دولية للشعب الفلسطيني بشكل فوري كما نطالب بوقف كافة إجراءات الاحتلال غير القانونية وانتهاكاته لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بما في ذلك الاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات والتهجير القصري ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والبيوت كما نطلب أيضا الضغط على إسرائيل للتراجع عن تصنيفها لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية بالإرهاب ونطالب الدول والجهات المنحة لهذه المنظمات بعدم التعاطي مع هذا التصنيف والاتهام المفبرك بما في ذلك من خلال مواصلة دعم هذه المنظمات في سياق متصل حذر رياض الملكي وزير خارجية فلسطين من أن استمرار ممارسات إسرائيل المنافية للقانون الدولي قد تؤدي إلى انفجار الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة لقد حان الوقت كي ينظر المجلس بجدية في الحقيقة الماثلة على أرض الواقع التي تسببت فيها الأفعال اللاقانونية التي تقترفها إسرائيل وتشمل استمرار الاستيطان وهدم المنازل والتهجير القصري للعائلات الفلسطينية واعتقال المدنيين الفلسطينيين وسجنهم بمن فيهم أطفالنا كما أن القوانين العنصرية تهدف إلى تمتين النظام الاستعماري لإسرائيل والسيطرة على أراضينا وإذا سمح باستمرار مثل هذه الأعمال فإن حل الدولتين سيصبح مستحيلا وسيضعنا على طريق تصادم يؤدي إلى انفجار نحاول جميعا تفاديه وازدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا اعتبرت فيه قيام إسرائيل بهذب منزلين لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة بمثابة جريمة حرب وطلبت الرئاسة الفلسطينية الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية بضرورة التدخل الفوري لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في فجر يوم قارس البرودة أقدمت شرطة وبلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزلين لعائلة صالحية بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية في جريمة تجمع ما بين التهجير القصري وتطهير العرقية أكثر من مائة من عناصر شرطة الاحتلال شاركوا في جريمة هدم المنزلين بطريقة وحشية ترقى إلى جريمة حرب بعد أن خط المقدسي محمود صالحية موقف نضالية مشرفة في مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي والدفع عن أرضه لكن هذا المشهد لم يرق طويلا لبلدية الاحتلال التي باغتت قواتها وجرافتها فجر الأربعاء عائلة صالحية وهدمت منزلهما بوسط حفار آلية تركة أكواما من الحطام المختلطة بالأثاث المحطم ومقتنيات الأسرة والصور العائلية ولعب الأطفال وقال المحمود صالحية أنه يخوض معارك قضائية منذ 25 عاما بشأن قطعة الأرض المقام عليها المنزلين والذي صدر أمر محكمة بإخلائهما في عام 2017 بذريعة أنهما أقيم على أرض مخصصة لمدرسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في حي الشيخ جراح الذي يقع على مسافة كيلومتر واحد شمالية أسوار البلد القديمة بالقدس وحي الشيخ جراح من الأماكن المقدسية المستهدفة من جانب الاحتلال لوجود ثغرات قانونية فيه يستغلها الاحتلال في تنفيذ مخططاته التهوذية ضمن سلسلة مشروعات تهوذية يهدف من ورائها الاحتلال إلى تشكيل تكامل ديمغرافية لا سيما أن الحياة يقع في منطقة حدودية بين شطري المدينة ويشكل امتدادا ومدخلا رئيسا للوصول إلى أحياء القسم الشرقي للقدس أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بيانا مشتركا حثوا فيه إسرائيل على وقف بناء وحدات استطانية جديدة في القدس الشرقية المحتلة وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا إن من جانب بناء مآت الوحدات الاستطانية الجديدة بالقدس الشرقية المحتلة أن تشكل عقبة جديدة أمام حل الدولتين بدأ المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم لاندر كينغ اليوم دولة تشمل عواصمة خالجية إضافة إلى العاصمة البريطانية لندن لبحث سبل تحقيق السلام باليمن خاصة في أعقاب قيام المتمردين الخوثيين بشن هجمات صاروخية على أهداف مدنية في الإمارات والسعودية وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن تيم لاندر كينغ سأسعى للضغط بهدف وقف التصعيد العسكري في اليمن وانخراط كافة الأطراف في عملية سلام شاملة تقودها الأمم المتحدة طلب يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية طلب الإدارة الأمريكية بضرورة أعادة تسمية جماعة الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية استهدافت عدة هجمات بسواريخ كروز وسواريخ باليستية وطائرات مسيرة مواقع مدنية في الإمارات العربية المتحدة تم اعتراض العديد من هذه السواريخ والطائرات لكن عددا قليلا لم يتم اعتراضه ما أدى إلى فقدان ثلاثة مدنيين حياتهم ونحن نطلب من أصدقائنا في الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس أن يعيد تصنيف جماعة الحوثي باعتبارها منظمة إرهابية أجنبية في العصمة الأمريكية واشنطن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يتوقع إقدام مناظره الروسي فلاديمين بوتين على تواغل في أوكرانيا لست متأكدا من أن بوتين على يقين مما سيفعله ظني أنه سيتحرك لا بد أن يقوم بشيء وأعتقد أنه ما زال لا يريد حربا شاملة هذا أولا ثانيا أعتقد فعلا أنه سيختبر الغرب وسيختبر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بقدر ما يستطيع نعم أعتقد أنه سيفعل لكنه سيدفع ثمنا خطيرا وغاليا إنه لا يعرف الآن ما سيتكبده وأعتقد أنه سيندم على فعلته وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الأمر سيكون كارفيا على روسيا إذا غزت أوكرانيا روسيا سوف تحسب إن غزت أوكرانيا وهذه المحاسبة رهن بما تفعله إذا كان اكتياحا طفيفا سينتهي بمعركة بشأن ما يجب فعله وما لا يجب أما إن فعلوا ما هم قادرون عليه بالقوة التي حشدوها على الحدود سيكون الأمر كارثيا على روسيا إذا غزت أوكرانيا مرة أخرى فحلفاؤنا وشركاؤنا جاهزون لفرض تكلفة قاسية وإلحاق ضرر كبير بروسيا وبالاقتصاد الروسي كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أعلن خلال زيارته لكييف أن روسيا قد تشن هجوما جديدا على أوكرانيا الرسالة الروسية واضحة تمام الوضوح وتقول إن أوكرانيا تقع في دائرة ضيقة للأمن القومي الروسية وكل ما تريده موسكو لنزع فتيل الأزمة هو تعهد كتابي أمريكي بعدم ضم أوكرانيا لحلف شمال الأطلسية وسحب الحلف القوات والأسلحة من أوروبا الشرقية لكن المطالب الروسية تقع على آدان صماء أمريكية إذ تقول واشنطن إن هذه المطالب لن تنجح مطلقا وتؤكد أنها ستبذل جهود دبلوماسية بلا كلل لمنع أي عدوان روسي على أوكرانيا لكن واشنطن تفعل كل ما تكره موسكو إذ صدقت إدارة رئيس جو بايدن شهر الماضي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن هناك مزيد من المساعدات مقاررة في الأسابيع المقبلة وستزيد أكثر في حالة حدوث غزو روسي بلينكين ذهب إلى كييف لإظهار الدعم لأوكرانيا متعهدا بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية لكييف وجدد التحذير بفرض عقوبات قاسية على روسيا في حال قيامها بغزو أوكرانيا لكنه قال إن عل الأوكرانيين الاستعداد لأيام صعبة وقبيل المحادثات المقاررة غدا الجمعة بين بلينكين ونظيرها روسي سيرجي لوفروف في جينيفا يقول محللون إن موسكلا ترضى بعرض الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسية إجراء محادثات للحد من التسلح وأنها تسعى لإعادة ترتيب شامل لنظام الأمني الأوروبية وعطفا عليه فإن الأمال المعقودة على اجتماع لوفروف بلينكين ضعيفة لأن المواقف متعارضة بلينكين يستبق لقاء لوفروف بمحادثات اليوم الخامس في برلين مع وزيرة الخارجية الألمانية والمجموعة الربعية التي تضم أيضا بريطانيا وفرنسا في مدينة سترسبورغ دعا الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي إلى القيام سريعا بصياغة قطة أبنية جديدة تتضمن مقترحات للمساهمة في تخفيف حدة التوترات مع روسيا يجب أن تؤدي الأسابيع المقبلة إلى اقتراح أوروبي لبناء اتفاقية أملية واستقرار جديدة يجب أن نبنيها بين الأوروبيين قبل أن نشاركها مع حلفائنا داخل الناتو ثم نعرضها للتفاوض مع روسيا وفي شأن آخر قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقب لقائه في موسكو نظره الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تريد إقامة علاقات مع روسيا دائمة واستراتيجية للمرة الأولى منذ العام 2017 تحط طائرة الرئاسة الإيرانية على الأراضي الروسية وذلك في وقت تجري فيه طهران وقوى كبرى منها روسيا في مدينة فيينا مباحثات لإحياء اتفاق عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رأى أن زيارته لروسيا ستشكل نقطة تحول في علاقات طهران وموسكو كما أنها ستعزز التعاون الإقليمي في مواجهة الأحادية وذلك في إشارة ضمنية للولايات المتحدة الأمريكية وفي حين أشار الرئيس الإيراني إلى أن مستوى التعاون الراهن غير مرض للبلدين ويجب رفعه إلى مستوى أعلى أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتعاون الوثيق بين البلدين على الساحة الدولية لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع مؤخرا بثمانية وثلاثين بالمئة بالرغم من جائحة كورونا وهذه هي الزيارة الثالثة لرئيسي لخارج البلاد منذ تولي منصبه في أغسطس لكنها الأبرز من حيث الأهمية حيث يرافقه في زيارته وزراء الخارجية والاقتصاد والنفط وكان سلف رئيسي حسن روحاني آخر رئيس إيراني يزور روسيا وذلك في مارس 2017 من جهته زار بوتين طهران للمرة الأخيرة في نوفمبر من السنة ذاتها للمشاركة في مؤتمر للدول المصدرة للغاز بعد عامين من زيارة رسمية قام بها للجمهورية الإيرانية وتتداخل مصالح روسيا وإيران في ملفات عدة كالاتفاق النووي والوضع في المنطقة كما تعدان أبرز داعمين للرئيس السوري بشار الأسد في النزاع المستمر في بلاده منذ عام 2011 في العاصمات البريطانية لندن قال بور جونسون رئيس الوزراء خلال جلسة إسبوعية لمجلس العموم إنه لن يستقيل من مهام منصبه على خلفية حضور حفلا خلال فترة إغلاق عام لمكافحة فيروس كورونا لا لن أستقيل كل ما أستطيع قوله الآن هو ما سبق وأن قلته في الأسبوع الماضي أعتذر بكل الصدق عن أي سوء تقدير حدث ولكن يجب عليكم أن تتحلوا بالصبر وتنتظروا نتيجة الاستجواب التي سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع المقبل كان كير ستارمر زعيم حزب العمل البريطاني أعلن أنه من العار اللي يقدم بور جونسون استقالته من رئاسة الوزراء البريطانية في العام الماضي جلست جلالة الملكة وحيدة ولم تبرح مكانها حدادا على رحيل الرجل الذي تزوجته لمدة 73 عاما هي اتبعت إرشادات السلامة في البلاد التي تحكمها وفي مساء الجنازة عزفت الموسيقى الصاخبة وتجمع أشخاص للاحتفال داخل حديقة داونينج ستريت تم إجبار السيد رئيس الوزراء على تقديم اعتذار لجلالة الملكة عما حدث أليس من العار أنه لم يتقدم باستقالاته لها في نفس الوقت؟ في سياق متصل قال ديفيد ديفيس عضو مجلس العمومة المنشقة عن حزب المحافظين البريطاني أن بورج جونسون قام بأفعال تستوجب تقديم استقالته مثل جميع الأعضاء أمضيت أسابيع وشهورا أدافع عن رئيس الوزراء أمام الأعضاء الغاضبين وظلت أذكرهم بالنجاح الذي حققه في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتوفير لقاحات كورونا وأشياء عديدة أخرى ولكني أتوقع أيضا من قادتي أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم بالأمس قام رئيس الوزراء بفعل عكس ذلك لذا سوف أذكره بمقولة شهيرة مألوفة له الآن لقد أمديت وقتا طويلا هنا بفضل كل الأعمال الطيبة التي قمت بها ولكن الآن أقول لك بالله عليك أعلن الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن أمس الأربعاء شهد تسجيل 1379 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 33 حالة وفاة كما تم خروج 1599 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد إتمام شفائهم لإرتفع إجمالي المتعافين إلى 337.627 أكد دكتور محمد عوى التاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية أن عدد حالات الوفاة بسبب وباء كورونا في سائر عنحاء العالم وصل إلى نحو 6 ملايين شخص آخر مستجدات الوضع إلى فيروس كورونا وتحوراته في مصر والأعراض الجديدة لأوميكرون ومدى تأثير الفيروس على مرضى ضغط الشريان الرئوي وما يحدث من مضاعفات هو ما كشف عنه الأطباء المختصون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية المصرية لأمراض الصدر وتضر بمشاركة الجمعية السعودية لدراسة ارتفاع ضغط الشريان الرئوي العراض متشابهة جدا بالإنفلوانزة العيان بيجيلوا حرارة أو ما يجيلوش بسيطة إلى متوسطة زوروا بيحرقوا عنده رشة وعطس عنده تكسير في جسمه والملاحظ حتى الآن أن معظم الحالات بتؤدي إلى التهاب في الشعب الهوائية ونسب الإصابة بالتهابات الهوائية أقل وده كان موجود أكتر في الأنواع الأخرى في الإنفلوانزة في المراحل السابقة كان فيه بعض الأشخاص عدد بيفقدوا الشم والتزوق دي مش موجودة كتير مع هذا النوع كان فيه ناس بيجيلهم بعض المشاكل في الجهاز الهضمي ده قليلة أو ديومين دول مع العلم إن سواء الإنفلوانزة المسمية أو الإصابات بفيروس كورونا بأنواعه المختلفة أو تحوراته ممكن تؤثر على أي عضو من عضاء الجسم كل يوم البروتوكولات بتتغير بس أنا عايزة أقول حاجة وأنوه لها ما فيش بروتوكول ثابت المريض هو مريض مختلف كل مريض مختلف فإحنا بنفصل تفصيل المناسب لكل مريض حسب الأمراض اللي عنده حسب حدة المرض اللي عنده حسب الحالة المناعية بتاعته فليس هناك بروتوكول يطبق على الجميع هذا كلام غير علمي وغير صحيح كما استعرض الأطباء المختصون خلال المؤتمر الصحفي أحدث التقنيات لعلاج ضغط الشريان الرئوي وكيفية العمل على تقليل مضاعفاته البروتوكولات العلاجين لمرض ارتفاع ضغط الشريان الرئوي هي متواجدة هذه الأيام ولم تكن موجودة من 15-20 سنة سابقا وهي عدة أنواع من الأدوية هذه الأدوية متوفرة الآن في المراكز الكبيرة في المملكة وفي مصر ولكن التشخيص الدقيق لمرض ضغط الشريان الرئوي هو المبدأ الأساسي في هذه الحالة لأنه هو مرض ضغط الشريان الرئوي صحيح واحد ولكن أسبابه كثيرة وبالتالي وصول التشخيص الدقيق وبالتالي العلاج المناسب لهذه الحالة يستوجب أن يكون في مراكز متخصصة في هذا المجال مش كل الأدوية بتبقى متاحة ليهم يعني مش كل الأدوية اللي نقدر نديها لمريض الكورونا العادي ممكن نديها له لأنها ممكن تؤثر عليه تؤثر على الضغط تؤثر على كفاءة القلب وهكذا وبالتالي هو كان لهم تعامل إلى حد ما خاص شوية مازلنا طبعا مازلنا في أثناء الجائحة حتى الآن إحنا بنحاول نقدم الخدمات للمرضى قدر المستطاع تبقى موجودة يعني زي ما بنقول virtual أو online يبقى أن دي جائحة ولازم نخلي بالنا على كل الناس خاصة للناس اللي عندهم أمراض مزمنة خاصة عن ارتفاع درشان رئوية على الرغم من ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ومدى تأثيرها على مرضى ارتفاع الدغط الرئوي إلا أن المضافات أقل حدة فالإجراءات الاحترازية تعد خط الدفاع الأول لمواجهة المرض ومنان تشاره محمد حلمي أني يلا وبهذا التقرير نصل وياكم لاختام هذه النشرة عودة للتفكرة بأبرز العنوان عقب التصالي الهاتفي مع أهل البحرين السيسي يشدد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري في جلسة لمجلس الأمن الدولي منضوب مصر في الأمم المتحدة يطالب بتوفير حماية دولية فورية للفلسطينيين في مواجهة اعتداءات إسرائيل المبعوث الأمريكي لليمن يبدأ جولة للخليج ولندن لبحث وقف التصعيد عسكريا والمشاركة بفعلية في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة نايل دوت إي جي هو موقعنا على شبكة الإنترنت لمن أراد المزيد بعد الفاصل قراءة أبرز عنوين الصحف المحلية والعربية والعالمية صدر صباح اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر